قتل ما لا يقل عن 13 شخصا في الولايات المتحدة وكندا بفعل رياح عاتية وسيول من الامطار رافقت الاعصار ساندي الذي اغرق قسما كبيرا من نيويورك في الظلمة وغمر بالمياه جنوب منهاتن بعدما ضرب الساحل الشرقي الامريكي مساء الاثنين ودعا اوباما الذي قطع حملته الانتخابية في فلوريدا ليعود الى واشنطن مواطنيه الى التعامل بجدية مع عاصفة ضخمة وقوية قد يكون لها تداعيات قاتلة ومن المتوقع ان تصل تأثيرات الاعصار الى داخل الاراضي حيث قد تكسو طبق من الثلج بارتفاع متر جبال فيرجينيا الغربية فيما قد تصل الامواج في بحيرة ميشيغان على مسافة اكثر من الف كيلومتر من الاطلس الى ارتفاع عشرة امتار بحسب الارصاد الجوية الوطنية موسيقى